اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تاريخ للنادي الاهلي وتاريخ للقرى المصرية يعني بيعتبر الاب لينا والقضوة الجميلة وعاز اقول لك احمد ان احنا في خلال الفترة دا فعلا تقدر تقول شوفنا مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي على حق بقى لان انا حضرت الفترة دا كان موجود طبعا الكابت صالح السليم كان مدير كورا الله يرحمه للفريق الكبير وكانت وصف حسين كان ماسك قطاع الناشئين وتدركت بقى المراحل السينية من 12 كدر حاد ما وصلت زي ما التارير قال يمكن تكون اول مباراة ليا مع الفترة الاول كانت 75 96 مع النادي الطيران كان هيدوكوتي هيدوكوتي يعني الاجيال الكبيرة في النادي الاهلي يقولك هيدوكوتي اسطورة من اساطير التدريب يعني جيل نحن يتكلم على جوزي مثلا يقول جوزي ما فيش نقاط لكن الجيل قديم دايما لما بيكلموا على هيدوكوتي بيكلموا بحاجة بيقولوا حاجة يعني على اعلى مستوى يعني الاختراط لكابتن صالح نحن ارجع تاني اقولك ان المشوار بعد كده اللي خدمني وجود هيدوكوتي يعني برضا كدهوكوتي كخواجة ومتبني متبني النشئين ودي كانت الميزة يعني الفارق اللي بينه هيدوكوتي وما نرجو زي يعني احنا في عهد هيدوكوتي طلعت تلات اجيال ورانا من نشئ النادي الاهلي فكان يعني هو مؤمن بشكل كبير جدا بقطع النشئين نفس اللعيبة كابتن مهر يفرق بين مدرب ومدرب يعني يعني ممكن اللعيب مع مدرب يبقى قصة ومع مدرب تاني يبقى حاجة تانية خالص طبعا وإحنا فرقنا مع المدربين المصريين حطوهنا على الاول صح لكن هو طبعا يعني شكل فينا بشكل كبير جدا مستر هيدوكوتي كان بطولة مع نادي الاهلي كابتن مهر يعني العابة 11 سنة مع الفرين الاول تقدر تقول 11 بطولة من خلال الدوري 6 بطولات كاس مصر وافريقيا البطولة 82 و86 وبعد كده 2 بطولة عربية مع النادي الاهلي أصعابهم أو البطولة أصعابهم أو أنجحهم يعني من وجهة نظرك عايز أقولك أن 78 يحمد كانت خاصة لنا الدور بجل الاعتباري بيننا وبيننا دي الزمالك وفضلنا بقى في كاس مصر رايحي بقى دور 16 مع بعض دور 8 مع بعض دور 4 مع بعض وعين نهائي بيننا وبين الزمالك طبعا المباراة الشهير الـ 4-2 اللي حصلت فيها تغييرات بشكل كبير جدا مستر هيدوكوتي قلب الدنيا من ناحية الخططية ومن ناحية الفنية ومن ناحية البدنية فالديل كانت أصعب بطولة بالنسبة لنا وإحنا كنا عايزين نرد اعتبارنا إزاي نخسر الدور بهدف واحد لجل الاعتباري الفارق اللي بيننا وبيننا دي الزمالك لكن طبعا في مشوار الكاس قدرنا أن نتفاق بشكل كبير وأنا فاكر في المباراة دي الكابتن محمد اللطيف الله أرحمه قال لي إكسب أن نهضح بطل الدور بطل الكاس فالحمد الله قدرنا أن نحقق بطولة وكانت بطولة غالية بشكل كبير بطلت كرة بسبب الإصابة هل الإصابة هي العامل الأساسي ولا كان فيه أزباد تاني كانت الإصابة أنا برضك الحمد لله تقدر تقول موفق وحصد كويس أننا لعبت مع جيل العظماء جيل السبعينيات يعني عشان نذكرهم كده كلهم يمكن لعبة دولية يمكن حوالي 13 لعب دولي مين اللي طالع معك إكرامي سبقني يعني أنا وإكرامي من قطاع النشئين من عشر سنين قطاع النشئين أنا وإكرامي طبعا وحش أفريقيا يمكن إكرامي سبقني كمان لعب يمكن 16 سنة فريق أول ولعب 17 سنة منتخب مصر فأنا لعبت 17 سنة فريق أول وفي نفس السنة لعبت منتخب مصر يعني فأنا وإكرامي طلعنا من جيل من جيل يمكن كامل أنا وإكرامي بس اللي طلعنا مع الفرد الأول وكملنا حتى بعد كده مع منتخب مصر فعاز أقولك أن مستر ريدوكوتي كانت من الجرأة بقى جرأة الخواجة بقى أني شركني في أول مباراة دولية طبعا أنا الجمهوري نادل أهلي وقتها كان 200-300 واحد تتفرجوا علي في قطاع نشئين بعد 19 سنة لكن تطلع تلعب أطلع ألعب مع مونشنجلات باخ في 100 ألف كانوا يقولون في 100 ألف متفرج كانت صعبة جدا بنسبالي لكن عاز أقولك الدروس للمباراة دي أن مستر ريدوكوتي كان كابتن مصطفى يونس اتأخر يوم الأربع اللي هو الأربع اللي هي التمرين اللي قبل المباراة المباراة كانت الجمعة فخد قرار يوم الأربع أني أنا حلعب مع كابتن حسن حمدي ومصطفى يونس حبحتاتي فدي بدك من ضمن القرارات اللي كانت فيها ربنا بسبب الأسباب وبعدين ألعب بقى يا أحمد في وسط النجوم دول منشنجلات ده كانوا بطل أوروبا وقتها وطبعا الجماهير الأهلي أيامية بردهم ما تفرقش معايا بدأ الأهلي بيلعب هنا وسط جمهوره وإحنا عايزين مش عارف الرقم 17 ده مين عارفين التشكيلة خط الدار أحمد عبدالباي حسن حمدي وصفى يونس فتح مبروكو الربع السابت ده فمين بقى اللي موجود ده فكانت بداية بداية قوية لكن عاز أقولك أن الكابتنة بقى قدور الكابتنة واللعابة الكبار مين كابتن فريق في الكابتن حسن حمدي شو بقى السقة بقى والتشجيع والمسندة والمساعدة والمتخافشي وإن شاء الله نهار ده حتبقى أنت نجم المباراة وحتبقى إلعب لعبك وإحنا حواليك كلام كله بيدل على أن فعلا فيه 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 كيادة موجودة في الفرقة فيه خبير موجود من بر عنده جرأة فيه جمهور كبير جدا بيساند وبساعد وكانت انطلاقة بالنسبة لي أننا بدأت أتعرف على جمهور ندي الأهلي وعلى الشعبات الكبيرة الجمهور ندي الأهلي في هذه المباراة وكمان يمكن عملنا نتيجة إيجابية اتنين اتنين ترجمة نانسي قنقر